ثالثا من أهم أسباب التجسد أيضا هو إرجاع الإنسان مرة أخرى إلى مكانته ورتبته الأولى التي سقط منها بالخطية وهذا عن طريق خلقه الإنسان الجديد واسترجاعه ورده من الفردوس المفقود إلى الفردوس المردود يعيدني للصورة التي خلقني من أجلها ففي السقوط انفصل آدم وفقد مكانته وهويته فالمسيح بالتجسد أراد أن يردنا إلى النموذج الأصلي ليظهر لي من أنا هويتي لقد اتحد بطبيعتنا الساقطة ليقيمها من سقطتها وضعفها ليعيد خلقها لتصير طبيعة مقدسة ولكي أكون على صورته مكتوب إن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لاحظوا معي دايما بيتكلم عن هذا المخطط منذ تأسيس أو قبل تأسيس العالم كل لخيرك ومنفعتك لكي فعلا يقوم بالعمل الكامل مكتوب لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق